أدد وزير الإعلام اللبناني في حكومة تصريف الأعمال بحادث تفجير أجزتية لاتصال وأكد أن الحكومة تصفها بأنها عدوان إسرائيلي وأكدت تحضير شكوى إلى مجلس الأمني بهذا الخصوص كما حمل حزب الله إسرائيل مسؤولية ما حصل وتوعد بالرد من جهة أخرى نقلت شبكة سينان الأمريكية عن الجيش الإسرائيلي قوله أنه لن يعلق على الانفجارات المزعومة في لبنان كما أعلن أن كبار القادة بمن فيهم رئيس الأركان هرتسي هالليفي عقدوا اجتماعا لتقييم الوضع بخصوص حالة الاستعداد على الصعيدين الهجومي والدفاعي على كافة الجبهات من دون تقديم تفاصيل هذه التطورات سبقها إعلان المجلس الإسرائيلي الوزاري المصغر توسيع الأهداف المعلنة للحرب لتشمل تمكين السكان من العودة إلى بيوتهم شمال إسرائيل كما خرج قائد اللواء الشمالي في الجيش الإسرائيلي الجنرال أوري غوردين بتوصية إلى رئاسة الأركان يقترح فيها السيطرة على مقطع من الجنوب اللبناني وتحويله إلى حزام أمني يمنع نشاط حزب الله ويضمن عودة آمنة لسكان البلدات الشمالية إلى إسرائيل تزامنا مع جهود مبعوث الأمريكي لأمن الطاقة عموس هوكستين في إسرائيل لحفتها على منع التدهور الأمني مع لبنان فهل إسرائيل متمسك بإشعال المنطقة عبر افتعال خرق أمني في لبنان وما دلالات التوجهات الإسرائيلية بتوسيع أهداف الحرب في جنوب لبنان وما واقعية الحديث عن إنشاء منطقة عازلة وآمنة وهل إسرائيل قادرة على إنشاء هذه المنطقة في لبنان مع تنامي قدرات حزب الله العسكرية الحديث عن منطقة عازلة داخل الأراضي اللبنانية يعود للواجهة مع تطور الوضع العسكري على الحدود اللبنانية الإسرائيلية والتلويح الإسرائيلي بتوسيع الحرب مع حزب الله وسائل إعلام إسرائيلية قالت إن قائد المنطقة الشمالية في الجيش الإسرائيلي أوري جوردين بدأ ممارسة ضغوط على القادة السياسيين من أجل الموافقة على تنفيذ هجوم بري جنوبية لبنان يهدف إلى إنشاء منطقة عازلة بالقوة انطلاقا من رؤيته بأن مثل هذه الخطوة من شأنها تأمين شمال إسرائيل في الأمد البعيد وتمنحها نفوذا أكبر من أجل التوصل إلى حل دبلوماسي في العام 2006 وعقب الانسحاب الإسرائيلي من جنوب لبنان توافقت إسرائيل والحكومة اللبنانية حينها استنادا للقرار الأممي رقم 1701 على إيجاد منطقة بين الخط الأزرق ونهر الليطاني عرفت بمنطقة جنوب الليطاني على أن تكون خالي هذه المنطقة من أي مسلحين ومعدات حربية وأسلحة عدا تلك التابعة للقوات المسلحة اللبنانية أو لقوات اليونفل الأممية والواقع أن حزب الله حافظ بطريقة أو بأخرى على وجوده في هذه المنطقة ردا على ما يقول إنها خروقات متواصلة تقوم بها إسرائيل لهذا القرار الدولي برا وبحرا وجوا وضمن مساعي التهدئة كانت فرنسا قد قدمت مقترحا ينص على تطبيق القرار 1701 وانسحاب عناصر حزب الله من المنطقة قبل أن تعيد فرنسا صياغة المقترح وتستبدل كلمة انسحاب بإعادة تموضع مقترح آخر تقدمت به أطراف دولية لاحتواء الصراع بين حزب الله وإسرائيل نص على توسيع نطاق المنطقة العازلة بينهما بهدف حماية إسرائيل من الهجمات التي تتعرض لها من جانب حزب الله ويتولى الجيش اللبناني ضبط الوضع الأمني في الجنوب تختلف الطروحات حول المنطقة العازلة بين ما يدعو إلى منطقة تبعد عن الحدود 10 أو 12 كيلو مترا وصول إلى طروحات لمنطقة تمتد حتى جنوب الليطاني أي لمسافة تصل إلى حدود 30 كيلو مترا وذلك لتتفادى إسرائيل تكرار سيناريو السابع من أكتوبر لذلك يرى عسكريون أن إسرائيل ستسعى لإقامة هذه المنطقة العازلة بالدبلوماسية أو حتى بالقوة للتعليق على هذا الموضوع ينضم علينا من تل أبيب عنان وهبي مستشار في مجلس الأمن القومي الإسرائيلي وأستاذ العلوم السياسية بجامعة حيفا أهلا ومرحبا بك معنا سيد وهبي إذن التصريحات الإسرائيلية ولقادة عسكريين تنبئ بهذه الرغبة الإسرائيلية بإيجاد هذه المنطقة العازلة في جنوب لبنان وحتى تشير إلى احتمالية الدخول بر في هذه المنطقة هل تجدون لذلك أي علاقة بما حصل اليوم من هجوم أسفر عن انفجار أجزة اتصالات في جنوب لبنان نعم مساء الخير طبعا هذا الخرق الذي رأيناه هو ما يسمى بالجيل الرابع للحروب يعني حرب معلوماتية حرب تكنولوجية بتقنيات عالية جدا تضرب طبعا كل منظومة منظومة الاتصال في الطرف الآخر في كثير من الحالات تكون هذه مرحلة تمهيدية لخطوات ميدانية لاحقة وربما في حالات أخرى وربما هذا كان قصد هذه الحكومة في إسرائيل بأنه تكون ضربة توقف كل نية في تصعيد من الطرف الآخر لكي ينشغل الطرف الآخر بما سيحدث بعد هذه الضربة طبعا إسرائيل من طرفها تاريخيا كما تعرف هي تريد دائما وقف الاعتداء ونقل الصراع يعني إذا احتدم الأمر وكان صراع عسكري أن ينتقل الصراع إلى أرض العدو إلى الطرف الآخر فهذه الحالة في الشمال هي ليست حالة طبيعية حسب العقلية الحربية الإسرائيلية إذن ترى فيه تمهيد بشكل أو بآخر لهذه المنطقة العازلة أو حتى دخول بري إسرائيلي إلى جنوب لبنان ولكن البعض يتساءل عن جدوى هذه المنطقة العازلة مع تطور السلاح لدى حزب الله اليوم وهو قادر على الوصول إلى مسافات يعني تصل إلى العمق الإسرائيلي ما رأيك بذلك؟ نعم ما شاهدناه في 7 أكتوبر طبعا هو يوحي يعني يعطي نموذج حي ما زال في ذاكرة الإسرائيليين والحرب ما زال الدائرة بأنه هناك حاجة لمنطقة عازلة لأنه الهجوم قد يأتي بشكل سواريخ ولكن قد يأتي باقتحام بري مفاجئ كما حصل من طرف قطاع غزة في 7 أكتوبر الماضي تماما وهنا أنت لا تستطيع أن تعيد يعني السكان إلى مناطق يكون عبر الطرف الآخر هناك تواجد لقوة مثل حزب الله في جنوب لبنان بالرغم من كونه يعني فصيل غير شرعي وهناك دولة لبنانية أعترف بها إسرائيل كدولة رسمية مع أنه لا توجد علاقات رسمية وبالتالي في مثل هذه الحالة خاصة عندما تتردى يعني أداب وأخلاقيات الحرب إلى هذا المستوى من الإرهاب أنت يجب أن تدافع عن سكانك وبالتالي أنت تجلس في الطرف الآخر لعمق معين لتمنع أي هجوم بري مفاجئ لإسرائيل للمناطق المأهولة بالسوط نعم سيد واهبي كيف يمكن فهم هذه العملية التي حصلت اليوم في لبنان وأنها أتت في أعقاب زيارة للمبعوث الأمريكي لأمن الطاقة عموس حوكسين والذي حث فيها إسرائيل بشكل واضح على عدم تصعيد الوضع الأمني على الجبهة الشمالية مع لبنان أولاً هذا يعني يرينا جميعاً بأن أسرائيل لا تنسخ كل عملياتها إذا كانت هي ضالعة في مثل هذا الخرق مع أمريكا يعني هناك تنسيقات عامة هناك تنسيقات سياسية طبعاً الإدارة الأمريكية الراهنة تريد منع التصعيد لديها أهدافها السياسية وأن تطرع بأنها تحاول بكل ما تستطيع أن تؤثر على منع التصعيد والوصول إلى حلول وإلى تسويات وضبط السلاح ولكن عموس حوكسين بنفسه يعني عندما جاء من حزب الله إلى حكومة إسرائيل قال بأن حزب الله لا يريد فك ارتباطه من غزة وبالتالي ربط ما يحدث في جنوب لبنان مع ما يحدث في غزة هو استمرار لهذه الحرب عملياً التي لم يريد حزب الله إيقافها وبالتالي الأمور معقدة ومربوطة ببعضها وكأنه لا يريد أي طرف أن ينزل عنها شجرة لمرحلة استقرار جاءت هذه الضربة بشكل عميق ومفاجئ وهي ربما قد توحي بنوع الهجمات أو نوع الصراع الذي قد نذهب إليه وقد تكون في جعبة إسرائيل تقنيات تكنولوجية أخرى جاهزة لمثل هذا النوع من الحروب السيبرونية أي رب تتوقعه إسرائيل اليوم من جانب حزب الله بعد هذه العملية لسيما وأن هناك تصريحات من مسؤولين وعسكرين إسرائيل أن تتحدث عن تأهب أمني دفاعي وهجومي عن المستوى أولاً إسرائيل ترفض أن تتحدث عن الهجوم على لبنان إسرائيل حتى اللحظة تفرق ما بين لبنان وبين إيران وأذرعها حتى رمزية إصابة سفير إيران في لبنان فيما حدث هذا يبدي بأي حضور وأي سيطرة موجودة في داخل لبنان لإيران وبالتالي القرار هو ليس قرار حزب الله من وجهة نظر حكومة إسرائيل هي تعرف بأن القرار هو قرار إيراني إيران لا تريد توسيع لقعة الحرب ستكون تفوهات وتصريحات ربما قد يكون شيء رمزي مثل إرسال ساروخ ربما أعمق وإلى ما ذلك ولكن هذه الأطراف المجتمعة لا تريد الآن توسيع لقعة الحرب التي قد تكون حكومة نتنياهو معنية بها الآن وقبل الانتخابات الأمريكية لتجر إيران بنفسها إلى هذا الصراع وإيران من طرفها تريد أن تمنع ذلك نعم أخيرا فيما يتعلق بشكل وحتى قواعد الاشتباك التي يبدو أنها قد تم تجاوزها وشكل المرحلة القادمة من هذا الصراع مع دخول هذه العملية النوعية من الناحية التكنولوجية باستهدافها أجلت اتصالات تفجرت في ذات الزمان وفي أماكن متفارقة طبعا أولا رأينا خارطة انتشار العناصر التابعة لحزب الله العسكريين وربما السياسيين وهذا التوزيع يطال سوريا التي يختزل دور الدولة السورية كما يختزل دور الدولة اللبنانية الآن للأسف تحت الاحتلال الإيراني وهذا المد الفارسي الآن قواعد الاشتباك الآن تتغير إسرائيل لم تقبل أي معادلة حدودية مع حزب الله لأنه لا تعترف بوجوده هي تعترف بوجود الدولة اللبنانية والجيش اللبناني الرسمي من الطرف الآخر وحكومة لبنان وهي تطالب حكومة لبنان بأن تتحدث عن نفسها كدولة لبنانية وأن لا يتحدث حزب الله عن لبنان وكأنه تحت سيطرة وأمرت حزب الله نعم سؤال أخير سيد وهبي لماذا تحجم إسرائيل عن الإعلان أو التصريح بشأن هذه العملية يعني برغم أن أصابع الاتهام تشير بشكل واضح إلى ضلوعها في هذا الهجوم في لبنان طبعا الضبابية الإعلامية دائما كانت موجودة ما بين الدول في صراعات مستمرة إن كانت هجومات من هذا النوع أو إذا كانت هجومات في العمق نسبت لإسرائيل سلاح الجو الإسرائيلي في كثير من المناطق هذا كان وضع مريح لجميع الأطراف من أجل احتوائها من يريد الاحتواء يحتوي ومن يريد المصريح يصرح هذا هو حال هذه الحروب الدائمة من بين الأطراف المتنازعة هنا وللأسف نعم من تل أبيب سيد عنان وهبي مستشار في مجلس الأمن القوم الإسرائيلي وأستاذ العلوم السياسية بجامعة حيفا شكرا جزيلا لك